أهلا بكم إن أرض يوم مهم جداً جداً وموضيع في منتهى القيمة والأهمية لأنها بترتبط بمنطقة الهزار فيها ما ينفعش الهزار فيها ممنوع الانزلق الغضروف العنقي مفهوش عام تأجيل مفهوش تهريك مفهوش هزار هعكلكم خصة لمونيكا جيفري ديسترالية مونيكا جيفري دي عملت كرسى مونيكا جيفري بتقول إنها قعدة في يوم من الأيام كانت على سريرها مستلقية يوم لطيف جداً فيش أي مشاكل خلص جوابتها وفجأة عطسة عطسة جمدة جداً العطسة دي حركت رائبتها بشكل مزعج للغاية لدرجة إنها حصل لها ألم شديد جداً ومقدرتش تتحرك بشكل جيد عشان توصل للتليفون مش قادرة تمسك التليفون فتحت السبيكر عشان تتصل بجوزها يلحقها الحركة والحركة المفاجئة للرقبة نتيجة العطسة دي خلت في مشكلة حصلت لمونيكا في الفقرات العنقية اتصلت بجوزها وهي كانت وحدها في البيت مع طفلها حديث الولادة وجيب سرعة وجاب الإسعاف وجاب الدنيا وصوروا زي ما انتو شايفين الأجهزة وهو الأخير اللي بدأت تتعامل مع مشكلة حد حصلت للست مونيكا الأمر تطور لأنها لجأت يعني عملوا لها نوع معين من تدخلات وركبوا طوق زي ما انتو شايفين حديدي قاعد معاها لمدة 14 أسبوع وتمام التمام وبعدين بعد فترة راحت شغلها وهي في الشغل حصلت لها نفس الحكاية مرة تانية وبرضو اتصلوا بسرعة وكانوا الأول بيتحقوا عادي كده في الشغل وفجأة عطسة برضو او مش عارف حاجة زي كده وبدأت ترجع مرة تانية لنفس القصة المسيرة اللي هي انزلاق وظروفي في الفقرات العنقية الفقرات العنقية صغيرة واحداث المشاكل اللي خاصة بانزلاقات وظروفية في الفقرات العنقية قد تكون كوميديا جدا عطسة زي الأخت مونيكي فرمالة جامدة وحضرتك حاطت الحزام الأمان وده طبعا مهم قوي بس حركت برقابتك لقدام واحد بيهزر معاك فيعني تانية رقابتك ركبت الترامبولين اللي هو بينطه ده وتنططه بتده بتلف رحت رقابتك متنية كل ده يودي الفقرات العنقية ضعيفة الحجم صغيرة الحجم إلى مشكلة كبيرة جدا النهاردة حوار ممتع جدا زي ما قلتلكو في منطقة حنوانها الخطأ فيها مرفوض التأكيل فيها خطر جدا جدا وتطنيش الألم فيها قد يكون ثمان وغالي أوي الضيف العزيز الغالي النهاردة هو الأستاذ الدكتور محمد صديق هودي إزاي ميز إن هذا الألم ليس ألم حضراتك ألم بدأ يسمح في إيديك ومعاه تنميله معاه خدلان إلحق ده غضروف أكتر من ثمانين في المية من غضروف رقابتك حصل فيها ثلاث وتيجي تقول لأسليسة حصلاً مهاردة القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف التعالي في ناس تبدأ شكوتهم ونقولة إن بيجي لهم رعشق رجلهم الدولة بتقدم العلم بتقدم العلم بيحطيه لحلول لازم يكون عندنا ثقافة المرض وتقبل المرض وحلول المرض كل حاجة لها ثمن ظهر ما بيغفرش اللي هتعمله في ظهر أفو أنت صغير هتدفع ثمن وأنت كبير إحنا ما ننتظرش إن المعجزات بتتحقق على الأرض ما بتحصلش معجزات ده علم بنقول تمانين إلى تسعين في المية من مشاكل الغضروف فأولها بتيجي بالعلاج الأستاذ الدكتور محمد صديق هودي أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي كلية الطب جامعة القاهرة عضوة جامعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري ضيف العزيز للأستاذ دكتور محمد صديق هودي أهلا بيك يا دكتور صديق أهلا بيك يا دكتور صديق أهلا بيك يا دكتور أي من زيك عايز أبدأ في منطقة آآ 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 هي أكثر الأماكن حدوث الألم فيها هي منطقة الرأبة يعني هي الرأبة يعني بالأرقام وبالإحصائيات يعني ألم الرأبة وبعدين ألم أسفل الظهر يعني الاتنين وهم الاتنين يطلق عليهم جمعا كده أنها ألم العمود الفقري الاتنين ما فيش حد في العالم كله إلا بيعاني منهم في وقت ما في حياتهم يعني مثلا في الأطفال ألم الرأبة بتقوم بتأخر شوي بس هي بتيجي إمتى؟ مع الطفل بقى أول ما يبدأ يشيل الشنط أول ما يبدأ يقعد يذاكر بطريقة غلط آآ آآ مع الرياضة اللي مش مزبوطة آآ لما بيروح الجم ويشيل حاجات تقيلة يعني في بداية سن الشباب آآ آآ الألعاب السخيفة بقى وفيه عيال بيعود يضربوا بعض وبتاعه وحاجات كده فشفتها كتير يجي لك مثلا وقولك الأطفال بيعود بيخبطوا بعض بالشنطة في راسهم آآ شايد اللي يرزع كده في راسه وقوله عيال يتخبط يقع ممكن يحصل إصابة في الفقرات لأن زي ما حالك قلت في المقدمة أن الفقرات العمود الفقري في الرقبة صغيرة أنا عندي سبع فقرات مشكلة الفقرات العنقية عندي سبحان الله يا فائع جزرهيب جدا هي فقرات صغيرة وتعتمد على وجود غضروف في النص وتعتمد على أن فيه مفصلين في الخلف اللي هم يحفظوا الفقرة في مكانهم الأربطة اللي في الرقبة ما هيش قوية بنفس الدرجة بتاعة الأربطة اللي في الظهر علشان تخلي مجال الحركة بتاعة الرقبة الرقبة فيها حركة مش موجودة في الظهر يعني الظهر احنا ممكن ننحن لقدام وللخلف وممكن ننحن بالجنب يمين أو الشمال لكن الرقبة بتعمل الكلام ده وتعمل الحركة اللي هي اللفة في بنسمى أجزا الروتيشن إن انت بتلف كده شمال أو يمين ديت مش موجودة في الفقرات القطنية القطنية ما تنفعش هي كده أو كده لكن تنحن لقدام والوراء أو بالجنب يمين أو الشمال لكن اللفة ديت ما تجيش الرقبة بقى عشان اللفة دي فبتبقى ضعيفة شوية الرقبة مشكلتها الكبرى إن هي جواها أهم جزء في الجهاز العصر بعد المخ يعني ترتيب قوة الجهاز العصر بتاعنا هو المخ يليه جزء المخ يليه الحبل الشوكي الحبل الشوكي موجود جوه الفقرات العنقية كلها من أول الفقرة الأولى لحد الفقرة السبعة تمام؟ بيخرج منه عصاب بالجنب بس الحبل الشوكي ده يعتبر جزء من امتداد المخ يعني إحنا بنتعامل معاها إن ده زي ما بيسميه الطيار العالي أو الكابل الرئيسي بتاع الكهرب بيطلع منه كان عندما ينتهي في المنطقة بداية القطنية في نهاية الفقرات الصدرية خلاص بقى بيخرج منه سلوك صغيرة اللي بنسميها الأعصاب الترفية أو دير الحصان المنطقة العنقية خطيرة جدا يعني لمحركوا تتكلم على الفتاة مونيكا مونيكا جيفري مونيكا جيفري كلها إيه؟ في الفقرة الأولى والتانية إنت متخيل حضرتك عطسة بتخلي الفقرة تتحرك من مكانها لأن الفقرة الأولى هي عبارة عن رينج هي دايرة واخد بالحضرتك والأربطة بتاعتها ضعيفة جدا الفقرة التانية اللي بنسميها الأدونتايل بروساس فيها ده كان ممكن تموت في الحركة ده قاتلة ده ممكن توقف التنفس إنت عارف الشدات المعدنية اللي عملوها دي عملوها لي؟ لما بيقى في ضغط موجود على الحبل الشوكي صعب جدا أنك تدخل عشان تفك الضغط ده جراحية لازم تعمل إيه؟ تقوم جاي عامل دي دي شدات حديد بتمسك ما بين الكتاف يعني لها حاجة زي الرجل كده مسكة كتفين من قدام ويبدأ يزبط أزبط بقى زي المصامير الليها سامولة كده واجيب إطار هنا الإطار ده بيركب في الجمجمة بأربع مصامير بيركب كده بمصامير مصمرين قدام مصمرين وراء الفريم ده بيركب على الأعمدة اللي طالعة من ناحية الكتف لأننا بيعتبر الكتف هي منطقة السندة لأننا مش هقدر أحطها على حتة تانية من جسم تشيل ففي حاجة عاملة زي بيسامة هورشو كده زي حدوة الحصان بس دي بتسقط على الكتف عن الحيتين ويطلع منها الأربع قطبان دولة اتنين من قدامه اتنين من وراء وابدأ بقى أزبط الزوايا بتاعتهم علشان أحافظ على وضع الرقبة في الوضع ده كده إنها تبقى مفرودة لوراء علشان أبعد العظمة بتاعة الفقرة التانية اللي هي سي تول عن الحبل الشوكي اللي هي ضغطة عليه الضغط بتاعها على الحبل الشوكي ده ممكن يوقف مركز تنفس بتاعنا ممكن يوقف مركز القلب بتاعنا واختبار حرك وممكن يعمل شلل رباعي يعني بنسميه شلل رباعي دين ورجلين يعمل شلل في العضلة بتاع الحجاب الحاجز الديافرام فيجينا بقى عندنا فيه أعصاب من الأعصاب المخيزة زي العصب الحداشر ده له أنوية جاية الاسباينا الأكساسوري ده ده طالع من الحبل الشوكي في المنطقة العنقية لما بدا بيتضغط عليه أو يتقطع أو يتفصل بيوقف العضلات الصغيرة اللي هي بترفع القفص الصدر عشان حركة النفس احنا النفس بتاع القفص الصدر بتاعنا بيتم بحاجتين بعصب بنسميه الفرنك نيرف عن طريق الحجاب الحاجز طالع نازل فبيبقى ايه هو ده اللي بيملى زي المنفاخ كده زي اللي بيملى القفص الصدري بالهوى الحاجة التانية العضلات اللي هي ما بين العضم بتاع القفص الصدري بتبقى عاملة زي الرياش كده دي بتشد دي بتشد وترفع فوق هيدي لما الاتنين دولا يتضربوا بقى في المنطقة العنقية انت مش عارف تتنفس فدي ساعات بيخله مريض بقى يبقى كامل الوعي بكل وعيه بس محطوط على جهاز تنفس ليه لازم يبقى وغدبقى الحاجة ومجرد لو انت فصلت جهاز تنفس ممكن يموت فبتالي الفقرات العنقية فقرات لها خصوصية عالي جدا انها فقرات ضعيفة فقرات فيها غضاريف متعددة وسهل جدا اصابتها فقرات الحركة بتاعتها كتير فقرات انت في كل احوالك بتستخدم طب انت نايم بتستخدمها اه التانية بتاعت المخدة والرقبة وقاعد رايح يمين شمال بتستخدم الرقبة وانت بتذاكر او بتكتب او بتشتغل عشان كده معظم الناس اللي هم اعمالهم ادارية وكتابية بيعاني من مشاكل الفقرات العنقية تبدأ بقلم في الرقبة وكله شوية تحس ان هو عايز يحركها ويقولك انا عايزة تقطعها وساعات التقطع دي بتريح الرقبة في الاول شوية بقى تقطعها كده وكده اه بنا حسنت حد يدلك هالي بعد شوية ده الوجع نزل على كتافي بعد شوية ده الوجع نزل من كتفي على دراعي بدأت احس بتنميل بدأت احس بخدلان بدأت احس بكهربا يقولك ان بص الصابع الده واللي جامعنا مش حاس بيه كافة ايدي من هنا مش عارف امسك بيها حاجة ده انا الكباب تقع من ايدي المعلقة مش عارف امسكها الالم في الكتابة الوضع بيختلف الرقبة ده الوضع بتاعها الرقبة محمية من وراء بعضلات بس عضلاتها ضعيفة مزي عضلات الضهر هي عضلات كده ايه يعني خفيفة جدا وما تشيلش كتير عشان كده الاصابات بتاعت الرقبة زي مثلا في حوادث السيارات او الفرمالة الفجائية الرقبة بالخفور الزاتي ده خطيرة جدا بتتحدف لقدام ده ممكن تنفصل يعني في بعض الحوادث اكتشفوا ان الرقبة تارك من الجسم من الحادثة اه يعني انفصلت لانه الرقبة دي قضية تحرك بسرعة العربية والجسم سير الاوضاع اللي موجودة بتاعت الرقبة دين هي دي القضية بتاعت لانها بتتحرك وممكن الحركة بتاعتها ما فيش حاجة توقفها يعني ممكن لما رجعها الوراء ترجع بزيادة او الى ان تنكسر الفقر او تفلت اه قدام ممكن يحصل هذا الكلام وبتتزحلق الفقراء القدام وتعمل لي اه ضغط على الحبل الشوك المن وراء ومن الخلف من الغريب جدا الاعراض بتاعت الفقرات العنقية الساعة بتبقى يعني دي سيفنج يعني خادعة جدا وتديك اعراض تانية جدا يعني فيه واحد مثلا يجي يقولك ده انه بقال سنين باشتكى من صداع صداع مزمن وهو ما يعرفش ان اكبر سبب للصداع من حاجات خارج المخ جاي من الرقبة ما يخبر حداتك الفقرات العنقية هي تجيب اها صداع تجيب اسوأ انواع الصداع وتجيب الصداع يعني يوصف ان هو ايه انا مش قادر ومع تنميل وخدلان في مؤخرة الراس واعراض غريبة جدا فيه ناس بيجي لها اعراض زي عدم الاتزان تكتشف ان لما تعمل اشعاعات تلاقي فيه غضريف كبيرة واستي فايتس كتيرة وزواد عظمية افلة شريانين جوه كده ماشي جوه الفقرات بنسمون الشريان الفقارية اللي بتغزل منطقة بتاعت المخيخ وجزع المخ واخد بار حضرتك طب الكلام ده كله مرتبط ببعضه اه مرتبط ببعضه فتلاقي فيه ناس يجي لها عدم الاتزان فيه ناس يجي لها صداع فيه ناس يجي لها دوخة فيه ناس يجي لها ضعف في الزاكرة فيه ناس بيجي لها الزاكرات بتاعتها تضعف يقولك ته الحاجة انا بحطها وبنساها يا فيه المشكلة جاي من الرقبة اه جاي من الرقبة واخد بار حضرتك تنزل بقى الأعراض بتاعتنا دي الأعراض اللي بنسمها الصعيدة اللي هي طالع على فوق طب فيه أعراض نازلة على تحت فيه أعراض بقى اللي تنزل على الكتفين الألم اللي في الكتف يقولك أنا حاس أني كتفي عايز أقطعه من هنا أنا مش عارف أنام ده بالليل بيبقى الألم رهيب جدا أسوأ كوابيس مرضى الرقبة الليل حقيقي يعني فيه ناس بتقعد طول الليل مش عارفة تنام قاعدة كده قاعدة عايز يفضل رقابته مرفوع لأن مجرد ما ينام ويحطها على المخدن لأن الحناءة دي بتضغط على العصب والعصب يضغط على الحبل الشوكل وتبدأ تأثر على الحركة بتاعت الأطراف بتاعته غير أني بيقوم حسس أني درعه يقولك أنها وقتها بنج هو مش حاس به لا ده فيه ألم فيه نشر فيه كهربا فيه تنميل فيه خدلان فيه ضعف لأن أنا بتكلم في عصب الحركي يصب بسهولة أوي غير الضار يعني الألم بتاعت الفقرات القطنية بتبدأ بمشاكل حسية في الآخر خالص بيجي الضعف العضلي الرقب العكس الرقب المشاكل الحسي ووراها على طول الضعف العضلي تبدأ تلاقي العضلات بتاعت الإيد تخس القبضة بتاعت الإيد تضعف طالما الحركة طالما الموتور يتأثر أو السنسوري الويستينج يحصل يحصل بقى ويستينج وده ما بتصلحش بقى عشان الناس يبقى فهم العضلة تنمر العضلة التي لا تتحرك بشكل جايب تنمر والعضلة ضمرت ما بترجعش تاني الناس فاكرة إن أنا مجرد بقى طبعا أنا بعد كده بقى روح بعد ما أنا استنيت لحد ما حصل لدمور وإيدي ما عادش عارف همسك بيها حاجة بيفكر بقى إن أنا طبعا أنا روحت بقى هعمل عملية وخلاص والحمد لله إن أنا وفقتلكم من أنا عمل عملية وفقتنا إنك تعمل عملية يبقى إذن مفروض بقى أنا عملت العملية ليه ليه بعض المرضى صحيح يفكر بالطريقة دي يفكر غلط لا ده كتير ده كتير يعني إيه وفقتل المرضى مريد هو إحنا من المحتاج يعني لا هي المعلومات اللي بتوصلوا يعني بطريقة خاطئة شوية يعني هو معظم المرضى النهاردة بيوصل لهم المعلومة عن طريقه ما حدش بيقر طبعا لكن هو معظم الناس بتوصل لها عن طريقة الفيسبوك والميديا والنت ودوروا في جوجل دوروا بتاعه الكلام يا جماعة اللي بيتكتب والحاجات دي كلها أو جروبات ده الكارسى بقى يعني جروبات يعني كل شوية كده هم عاملين جروب آلام الدرع اليمين جروب آلام الدرع الشمال جروب آلام الصداع جروب آلام اللي نزلاتهم لا فيه كارسى تانية فيه ناس بعض الناس في الجروبات دي بيبقى متخيل انه هو عنده معلومات طبية متخيل انهم مستخيل هم كلهم ما يعرفوش حاجة يعني حتى لو داخل مثلا دكتور في النص عشان يساعدهم بأفكار أو بكلام لا هم معتبارين ده دخيل عليهم ده دخيل لا قوة ليه بيناقش الدكتور وبيبجح في الكلام وبيرد يبدأ يقول لك قوعة قوعة تعمل اللما رجلك تقف والبول يحصل يسيب ومتخلش شوط العمليات تضع دين هم يا جماعة لأ يعني يعني الواحد يفتي بدون علم ده ده حتى شرعنه في الدين فليتبوق مكانه من النار ده في أي فاتحة هم طبعا يعني انت ما تفتيش في حاجة انت ما تفهمهاش ما تعرفهاش وبعدين كل اللي بيقولي ده كله ده ما في الاخر بيروح لده كاترة بس انت بعد ما تكون ضيعت على ناس فرص بتاعت الشفاء انا مرة اينس ا tangent مكالمة تلفونية جماعتني بين واحد مريض بمرض ما وحد من اللي بيفته طول نوو ومريض ده صديقي فبيتصب كه فدخل اللي بيفتي دي اللي بتيفتي دي دي في الموضوع يعني عشان يفهمك انه في حاجة تاني أعني ده اخت ارتفع وجالس ده غريبه من المناقشة العمياء مع حد مش دكتورة والله دكتور.. يعني بس دي المنظر ديTwo why? يحصل لنا. اه. ايه اللي هيحصل? ها? بدأت معي بشوية خشونة. بدأت شوية العمود الفقرى بدأ يقلمني. اه راح دلكها واعمل قرصة نحلة على الرقبة. ويجيب لك واحد مسك نحلة ودي بآه لساعتك ده انت باطل مش عارف ايه كلامها بقى لبقى كده. اه. وفي الاخر استريحت اه استريحت شوية. اه هتستريح شوية. لكن مش حلتش الموضوع. طب روح بقى تقطع رقابتك. طب روح شد رقابتك. طب تعالنا نجيب السباك والنجار والسمكاري بتاع العمود الفقري. نوصل لمرحلة زي كده. ايه اللي حصل? انفجار غضروفي. انفجار غضروفي والنحناء امامي للعمود الفقري. يعني نشوف بقى فيه صور اكتر من صورة. اواريخ نمازج غريبة جدا. يعني انت لما تشوف. اللي ضاغت ده. اه طبعا ده غضروف. وضغط على الحبل الشوك والحبل الشوك وخلاص. هنا بقى غضروف اتنين تلاتة. يعني مش غضروف. مش غضروف واحد. قصة بتبدأ القصة دايما بشوية تخشونه وبعد كده بيه اه جي غضروف. طيب هو انت لما يجي لك ثلاث غضريف وتلاث غضريف كبار وضغطين على العصب. طب بصت بقى هنا غضروف كبير. غضروفين زي قنبلتين. اه. ما الغضروف الكبير ده بيحمل على اللي تحتيه بيفجره. اه. بعد شوية لاننا زي ما اتفقنا. الغضري بتاعت الرقبة ضعيفة. ما بتستحملش الاسترس ولا الضغط اللي عليها. وهنا الانفجار السغير غير. لا ده بيبقى زي طلقة الرصاصة في الحبل الشوكي. ده انت لما تشوف بص اقول لحرك حاجة. لو في امكان نعمل زوم على الحبل الشوكي اللي في النصف اصد الفقرة اللي فيها لونه ابيضيا. هتلاقي لون الحبل الشوكي اللي هو مفروض اللي هو لونه جري رمادي ده في النصف بقى في بقرة لونها ابيض. جوه الحبل الشوكي نفسه. اللي هي قدام او اصد او امام اللي نزلق الغضروف. نقص الدم او يحصل. ده ده بدأ تحصل جلطة جوه الحبل الشوكي. اه نقص ده. وبدأ يحصل حاجة بسماء جليوزز. يعني تلايف جوه الحبل الشوكي. ها شوف. الغضريفة هي والمريض بقى يبدأ يجيلك بعد ايه بقى? اصل مش عارف يمشي. اصل الرجلي بتلزق في الارض وهو ماشي وبيزحف. اصل المريض بقى بيقع وهو بماشي. الكلام ده هو ما بيعرفش يترجمه في الاول. ها هو بعد ما بيلفي يقولك اه ده عندك مشكلة في الرقبة. اصل رجليه بترعش لما يجي يمشي بقى تلاقي الرجل بدأ تتهزد 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 تهزد كده. وممكن تقليه بتوقعه. واخد برحلات ناس كتيرة جدا بيجوا مصابين باصابات نتيجة للرعشة اللي بتحصل في القدمين. ها? اللي هتحلى متأخرة. خلاص بقى انت انت خنقت الحبل الشوكي. اه. لا ده فيه ناس بقى يجي لك بقى كمان ايه? ما عادش عارف يتحكم في البول. الاول بدأ يحصل. احتباس بعد كي البول دايما سايب منه. في ناس يجي لك بقى ايديها. خلاص مش عارف يرفع ايديه. وتلاقي عيني جاي متسند. طب اقعد راية مش عارف يقعد. ومش عارف يقف. ومش عارف يمشي. والحياة تحولت الى يعني عذاب العذاب. فلما تيجي تدور بقى يبقى لازم ندور على ايه? على الاوباريش. تعال نحل. تعال نحل. ندور على العلاج. العلاج نعمل الاول ابحثنا. ونشوف الاشاعات بتاعتنا وكلام منه. طيب. في علاج تمانين في المية الى تسعين في المية الغضاري في بدايتها. ممكن تتعالج بالعلاج الدوائي. ما بوصلش للكلام ده. ولتدخل الجراحي الا. في عشر في المية الى خمسة شهر في المية من الحالات. شايف المنزر المعقد. شايف كمية السلوك ديا. انت عارف السلوك دي لما يعني. اهو. تشوف بقى واحد كهربائي او مهندس. انت في الكابل الرئيس. لو مهندس كهرباء متخصص ويشوف السلوك ده هيفهمها كويس جدا. اه. هنا عاملة زي اللوحة الرئيسية بتاعت الكهرباء بتاعت البيض. عشان كده قلت الكابل رئيس. لو حصل لخبطة في سلوك من ديا. اخد بالك. هتعمل قفلة كبيرة جدا. ده اللي بيحصل عندنا. يحصل ضغط. على العصب. ويحصل ضغط على حبل الشوكي. اه. وانا مطالب في العملية ان انا بقى ضخيط جدا عشان نشوف الكلام ده كله. بينابقى واحد قعد يتريق يعني يقول لك انا انت عملتوا ايه يعني العمليات تمت في ساعتين. ولا تمت في ساعة. لأ ده احنا عايزينها بالليزر وعايزينها بالمناظر. الموضوع مش بالسهولة ولا بالبساطة دين اللي فيه ناس بتبينها. اه هو الامور بيتاسهل من الاول. لكن هي اسهل نتيجة لاستخدام وسائل علمية حديثة عشان تسهلها. اه. مش لان الموضوع. الموضوع صحيح. مش اللغز تفك وفكيته. لا ده مش كده خالص. هو بقى اسهل بالنسبة للمحترفين. محترفين. بالزبط. اللي عمله النوعية دي من العمليات بتنون قصة. عمليات دخيقة جدا وعمليات مهمة جدا. فبالتالي بيبقى لها نصيحة. يعني هنا مسلا فيه عنده غضروف فوق في الفقرة التالتة والربع. وغضروف تاني في الخامسة والسادة وغضروف تالت في السادة والسبعة. هو انت لما تعمل تلت غضروف في الرقبة وساعات ما بيقوش فوق بعض بقى. المشكلة الاكبر ان يبقى مسلا غضروف مصاب واللي تحته سليم والتالت مصاب واللي تحته سليم والربع مصاب. يعني انت عايز تجيب الرقبة من اولها الاخيرة. واخد بالحادة. طيب. انا لما اعمل اكتر من غضروف. الرقبة هتبقى ضعيفة. فالتقنية اللي موجودة لازم يا اما بركب غضروف او ما يسمى بديل غضروفي. ما بين الفقرات وبعضها. او ابدأ استخدم شرائح. اه? كل فقرتين امسكهم بشريحة. او ابدأ استخدم شريحة اكبر سوداسية او سومانية ان انا امسك بها ثلاث فقرات او اربع فقرات او لحد اه خمس فقرات في بعض. الموضوع كبر. باخد بالحالة. ساعات بيبقى مش الغضروف بس هو اللي عملي المشكلة. ده الغضروف بدأ يربي عضم حواليه. يتكلس. يتكلس. دي اصعب حاجة. يعني الجزء ده في العملية ده اسهل جزء في الموضوع. انك بتدخل خلاص انا بالاجهزة عرفت الغضروف فين دخلت اهوت بالمنزار وابدأ اشيل الغضروف ده. لكن شوف بقى الحتة اللي جاي دي يعني. العضم ده عامل زي سنان المنشار. شايف ده? عضم. زواية عضمية. الزواية العضمية دي لازم الاول حضرتك تبردها وتشيلها وتبعدها عن الحبل الشوكي. لان اللي انت شفته بيعملوا قدام ده ده من الامام دي بعيدة عن الحبل الشوكي. في الفقرة نفسها من جوه كمان فيها نفس الزواية. بتبقى زي الابرة زي المصمار اللي تضارب جوه. طب انا شلت الغضروف وشلت الزواية العزمية. خلاص الجزء الباقي هو الاسهل ان انا هركب حاجة بديل الغضروف. اه. التركبات كتير جدا. ونوعيات كتير جدا. ودائما احنا بندور على ايه اللي بيديني نتايج كويسة جدا. وفي نفس الوقت يبقى في متناول المريض. لان الحاجات دي بتبقى مكلفة. اه اللي احنا شوفيه بتبقى حاجة حديثة جدا. 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 اه. جدا. وبتبقى مكلفة وفيها درجات كتير جدا. اه. وبعدين لما تيجي تعمل غضروف غير اثنين غير ثلاثة. اصل التركيبات دي كلها بالعدد. اه. واخدار حركة. فبننصح دايما. تعال نحلها بدري. اصل يوم عندك مشكلة. وهتتحل جراحيان غضروف واحد. طب ليه تسيبها لما يبقى اثنين يبقى ثلاثة. لا ده انا مستني على امل الغضروف سيروح الغضروف. فيش هتروح لوحدها. هل بيحصل تدعيم في الفقرات الانوقية? اه طبعا. اه ممكن نعمل دعامات. اه. اه. طبعا. اه. بس برضو عشان الناس فهمها برضو كلمة الدعمات دي مش عارفوا ما بيفهمها غلط ليه. اه. الدعامة في اللغة العربية هي كل حاجة تمسك او تسند. يعني انا مسلا يعني اه الدكتور ايمن دعم فلان يعني اواه. اه? دعامة البيت. هي سند البيت. اه. كلمة دعامة دي تحاجة بتسند. هنا لما كان بتبقى الفقرات سايب ما احنا عايزين نقويها. اه. فكان ساعات في حاجات قديمة كان اسمها شرايح ومصامير. شرايح ومصامير دي مش مش وصف للعملية. ده ده اسم الحاجة اللي انت بتحطها دي اسمها شريحة مخرمة كده وفيه مصامير بتمسك فيها. ده اسمها شريح ومصامير. لكن هي العملية بتعمل ايه? انا بدعم العمود والفقر يعني بقويه. التدعيم ده بيتعامل في اوقات معينة. يعني لازم الفقرة ما بتبقى ضعيفة جامد او ان محتاجة عليها لود وحمل بعد كده يبقى لازم اعمل لها تقوية. واعمل لها دعمات. طيب التكنولوجيا الحديثة والتكنيكس الجديدة بقت سهلت الموضوع نسبيا وخلت النتاج تبقى افضل. يعني كانت نتاج دايما جراحات الرقبة من الحاجات اللي هي كانت بتخوف الناس. لان كان اول ده اللي مكتوبها في الكتاب. اول اعراض جانبية او مضاعفات ممكن تحصل ممكن تعمل شلل. كان. ما ده اللي كان الاول. لان كنت الاول بتعتمد على عينيك بس وانت شغال. وعينيك ما بتعرفش تدخل في الاسبيسيس الديقة دي. فلما بتستخدم وسائل التكبير. الميكروسكوب الجراحة او المنزار. انت خلاص بقيت الرؤية عندك اسهل. فبالتالي بقيت تتفادى المشاكل اللي انت ما كنت شايفها. اه. ده نوع من انواع الغداري في الحديثة. الربليسمينت البديل. اه. اه. اصلا فيه انواع. اه. واخدوا الحركة. ده ده كويس وجميل حلو. بس ده ما ينفعش في اكتر من ليفل. لما جربناه في دبل ليفل او سري ليفل او حاجة. مستويات. لا كان كان يبقى عنده مشاكل. يظهروا مشاكل. ما هي زي اي حاجة في الدنيا. ده تكنولوجي. كل حاجة. والتكنولوجي يعني ينفع لنا ولا ما ينفعش. كل حاجة. يعني لازم حاجة ناسبنا. ده نوع كويس جد. واخد بالك ومعالج بشكل بيولوجي. ان هو يبدأ يلحم في العظم. يعني هما معمول بتكنولوجي كزا اسمها ناني تكنولوجي. ان يبدأ يمسك في العظم. ده لما نيجي نخرجه بعد كده. بيبقى صعب جد. ده لازم اجهزة معاينة عشان نشيل. لو انا اضطريت ان انا نشيله. لسبب من ما. وده وارد في بعض الحاجات زي بعد الحوادث وبتاع تلاقي لو واحد عمل حادثة. التركيبة دي لازم تشيلها. واخد بالحراتك. لكن هي العملية النهاردة بقت يسيرة وبقت سهلة. يعني والامكانيات المتاحة بقت متوفرة. هي طبعا مش متوفرة في كل الاماكن. يعني ما نجيش نقول مثلا ان في. مستشفى مش مجهز. مستشفى مش مجهز. او مش متخصص. اصلا انت الجهاز مثلا انا عشان اشتغل واعمل اللي بنسميه زرعة الغدروف دي. دي زرعة. لما بنعمل الزرعة دي جوه. انا محتاج احط في المكان الصح. اصل الرقبة من بره مش مترقمة. ما عندكش ان دي الفقرة الخامسة ولا دي الستة. ده انا لازم اشتغل في قوضة فيها جهاز اشعة وانا جوه عشان عندها. برحم اللحية. اه طبعا. اه بيستغل جرحم اللحية والاشععية وبتاع. وقدر ده لها حسبات جمدة جدا. ده ساعد بنستعين بحاجة زي الروبوت كده علشان تعرفني انا فيين. واخد برحة داتك. الكلام ده كله المريض مش مطالب ان هو يفهمه. وما يدخلش نفسه التفاصيل بتاعتها. بس هي ده جزء من مستلزمات نجاح العمل. يعني واخد برحة داتك. كل ما تتوفر الامكانات العالية. انت ما تجيش تقدر تقول لك العملية. مانا سمعت ان فيه مش عارف ايه بيعملها بخمس آآ قروش. بينما آآ الدكتور التاني بيعملها بخمستاشر. اصلي هي مش كلها عمل ايه? يعني هي هي دي المشكلة. دي نعمل برحلة عن المعنى. واسبك من كلمة التكلفة. انا مش بتكلم في تكلفة ولا حاجة. لو بنعمل في مستشفى حكومي. طب ما فيه مستشفى فيها امكانات في مستشفى تاني ما فيهاش. يعني عشان كده الدولة لما خصصت عمليات معينة تتعمل يعني ايه بعد عن مخ والعصاب? جراحة قلب. هو كل المستشفى ينفع تفتح فيها قلب? لا. ما ينفعش. قلب مفتوح داتها لازم تجهيزات معينة. لازم تجهيزات معينة باجهزة معينة بامكانات معينة. اه المسماعي. واخد بالحضر لك القصة كده. طيب عندنا برضو كده في جراحات العصاب. مش كل مستشفى تعرف تعمل فيه كده. لا ده الجرأة وصلت ببعض الناس اللي بيعملوه في عيادات خاصة. متخيل? يعمل آآ. يعملوا عملات زي انزلاغ وضروفي. اه ويطع العيان عنده. اه طبعا. ومستشفى صغيرة جدا زي شبه المستصفات كده تحت السلم. حقيقي والله بلا رقابة وبلا تعقيم وبلا اي حاجة. لما يجي لك عيان عامل عملية. ويقولك دخل العملية تلت مرات. وكل مرة بيدخل بيطلع اسوأ من اللي قبلها. وجاله الاتهاب وتأكل في العظم بقى. يعني تلاقي تعمل اشعة جديدة. طب نعمل اشعة جديدة. وتلاقي الجرح مش لامم والجرح مفتوح. يعني مأساة يعني الحاجات دي بتفرق كتير جدا. هيا الامور لما بتبقى ماشية كويس وربنا سترها. ما حدش بيعرف القصص دي كلها. لكن تبدأ تكتشف القصص دي كلها والمقاسي اللي بتحصل غلط والاخطاء دي كلها. لما بتبدأ المضاعفات تظهر على السطح. بس علميا المضاعفات واردة في اي جراحة. ده اللي بيخلع اسنان ممكن بعد ما خلع اسنة جيله الولادة الطبيعية فيه ناس بتموت فيها. واغتبال حرك. ربنا اشفي الناس جميعا. بس هي معروف كده. ان الطب دايما بيبقى فيه حاجة بنسميها نسبة مربدة ومرتالة. واللي كتب الكلام ده مشيحنا. عشان احنا عندنا بس المضاعفات. لا. ده اللي كتبتها المراجع العلمية اللي قلفوها علماء ودرسين باحصائيات عالية جدا. ان في مشاكل. بس دايما بنقول ايه? هو انا لما يجي مريد يقولك. انا خايف اعمل العملية لاتشل. باحترم جدا هزا الكلام. هو ساعات ما بيصرحش بكلمة اتشل دي. انا خايف. اسم بيقوله عملية خطر. ليه? هي خطر. ماشي. اوكي. يعني العملية اخر واسوأ كوابيسك فيها ان لا قدر لا يحصل شلل. طب ما احنا لو سبنا نفسنا. ها? بالوضع اللي احنا فيه ده. الشلل مش هيحصل بالصدفة. ده هيحصل مؤكد. طيب. نتكلم على النسبة. يعني انت لو عملت عملية في اسوأ مكان في العالم هيجي لك شلل من نسبة خمسين في المية. لا. في اسوأ مكان في العالم? خمسين في المية. لكن انت لو سبت نفسك من غير ما تتدخل. بس لو عملتها في احسن مكان في العالم النسبة هتقل لك. لا. ما انا بقولك. يعني. انا فيه اماكن هنت بتطلع النتاج من خمسة وتسعين لمية في المية نجاح. اه اه بالزبط. يعني. اه يعني عشان بس انه بكاملين الصورة. اه اه. انه لو في مكان مؤهل النسبة النجاح قد تنتفع الا خمسة وتسعين لمية في المية. يعني ما اقول مية ما فيش بالطبع يعني 99 في المية. بنوصل لديه. بنوصل لديه. واخد بالحالة. لكن بقى. لكن انت لو سبت الموضوع. مية في المية. وسبت وبعدين النهاردة في الزمن اللي احنا فيه ما عادش اترابط الأسر بتاع زمان يعني يبقى في واحد عيان البيت كله بيخدم عليه دي قضية خطيرة وشوفنا ناس بقى نماذج الست الكبيرة اللي عيالها حتى في العيد ما بيروح لهاش والراجل الكبير اللي ممكن يموت في بيته وعياله ما جنب منه بيسالش فيه بس هوا يعني هي طبعا الصورة دي بتبقى صور حزينة بس انا ما زلت بقول ان المعظم في مصر واخد باله بس اللي ان احنا عددنا كبير فالصور السلبية برضو موجودة بوضوح مش وحش مش قليلة يعني لما نلاقي مثلا لو قلنا خمسة في الالف شوفوا الرقم في الابناء مش برين في الخمسة في الالف ده عدد كبير في الاخر في التوتل عايب عدد كبير خلوه الموضوع بدأ يزيد دلوقتي ما هو امهم انا بقول خمسة في الالف احنا ما احنا مية وعشرة مليون ولا مية وكم مليون بدأ يزيد يعني برضو القيم اللي الناس تربط عليها القديمة النهاردة كان نادر فيه ناس بقى بيعتبروا ان ده كان عار ده والدتك وما تشيلهاش فوق دماغك النهاردة بتسمع ان واحدة بتتشرت ما تشوفش ابوك واهلك بعد ما تتجوز ده جدان يعني قصص كتيرة جدا سيئة جدا بس اللي بنقول عليه ان فيه ناس بقى المرض بيخليها عيني تبقى عاجزة حتى انها تخدم نفسها وبتبقى اصعب لما انت مش لقى حد كمان يساعدك يعني ام مثلا ربت عيالها وصرفت عليهم وكبرتهم وعملت وفي الاخر سبوها في محنات هدين او بيدور لها مثلا حطها في مش احنا مش مش الشرق الاوسط تعالى بسرعة بقى نروح الاسئلة السريعة السئلة السريعة نجاوب عليها لان برضو اسئلة يعني في الشارع هي اسئلة شارع اكتر منها طبي السؤال السريع الاول بيقول اهمية الكاشف المبكر على لجل غضروف الاونقي كبير جدا جدا اهم حاجة في الموضوع انك تشخصه ليه بقى لان انت كده دخلت في المنطقة بتاعة الامان انت بنتكلم بنقول 80 الى 90% بيخفوا بالعلاج بس تتعلن نتعالج والعلاج ده اقسام يعني فيه علاج دوائي وفيه علاج فيزيائي ان انا اعمل تمرين واعمل جلسات واعمل شد فقرات واعمل مساج واعمل بالاجهزة وبالزبزبات والانفراريد والالتراسونيك والليزر عندي حاجات كتيرة جدا ممكن تساعدني واخد بالحرارات فيه واحد اقوله يلبس رائبة والرائبة هنا بتبقى منداتورة بتبقى مهمة انا عايز اقلل الحركة لان انا عارف الحركة الزيادة هتؤدي الى ان الغضروف هتكبر هتخرج من مكانها هعور الحبل الشوكي فلازم الكشف المبكر بيبعدني عن ان الحالة تتطور وتسوق او يحصل مضعفات السؤال التاني السؤال التاني بيتكلم بسؤال مهم ده على فكرة عودة الغضروف ممكن تحصل بعد الجراحة اللي هو الغضروف المرتجعة بيقوله اه وارد طبعا يعني هي النسبة دي دايما في العالم كله من 15% الى 20% انك ممكن الغضروف يرد عليك بس دايما النهاردة بقى مع تطور العلم والكلام ده كله المريض مفروض انه بيبقى هارف بعد العملية لو انت طبيعة عملك مثلا القعدة ودايما تاني رقبتك بلاشت اتنية افرد بياخد تعليمات ليه علشان الغضروف ده ما يردش تاني بس فيه ناس فهمة الارتداد بتاع الغضروف او ارتجاع الغضروف بطريقة خطأ مثلا الغضروف العنق احنا لو عملنا الغضروف العنق وشلناه احنا ما بنسبش فيه حاجة احنا بنركب بداله غضروف تاني يبقى الغضروف ده ما عندكش فيه مشكلة يرجع بعدش اقول له اه ده انت جالك غضروف في الرقب يبدأ يفكر اقولك ده العملية بازد اهي مش العملية بازد ده فيه غضروف تاني لان الرقابتك فيها ست غضريف فيه غضروف تاني هو اللي حصل اصابة بس لما بقول ايه اصل رجع لي الام الرقبة تاني اول حاجة هتيجي في دماغنا ان الغضروف القديم اللي انا عامله هو اللي رجع لكن ده ما بحصلش في الفقرات العنقية نورت وشرفت وابدعت ربنا خليه في جولة جميلة حول الفقرات العنقية من حاجات المهمة اول لازم نختم بها يا جماعة احنا اكتر ناس بيتفرجوا علينا سواء في الدكتورة او في الناس الحلوة الناس اللي سنهم كبير اللي مع الدين سن كبير فوق الخمسين او لو نبقى الخمسين ده مش كبير ده صغير لكن ملاحظ ده لازم اللي يتفرج علينا كمان يكون السن الصغير في ناس كتير بيتفرج علينا في سن الصغير بس ليه؟ لانه من اشكال البر انت عندك 25 سنة تتفرج وتفهم عشان والدك او والدتك لما يكونوا بيعانوا من حاجة يمكن هما ما عندهمش لابس وقدرة انهم يتفرجوا ويفهموا التفاصيل اللي احنا بنقولها القلمة من بر الولدين بقى انك انت تبقى فاهم الكلام ده تبقى فاهم قيمة الكشف المبكر تبقى فاهم قيمة التخصص المرتبط بالمشكلة اللي بيشتك منها والدك او والدتك تبقى فاهم هتتصرف ازاي لما والدك او والدتك اشتكوا من حاجة هتاخدوا من لمين بيشتك من كذا هتاخدوا الجراح هتاخدوا الدكتور بطنة هتاخدوا الدكتور قلب هتاخدوا الدكتور عيون هتاخدوا الدكتور مسالك هتاخدوا الدكتور بروستاتا ده من البر احنا بنضيع وقت في حاجات كتير قوي قوي من ضمن الحاجات اللي مهمة جدا ولازم نهتم بيها الثقافة الطبية لانك وبتضيع وقت في حاجات لاي ثقافة ولا لها علاقة بالثقافة بل بالعكس مدمرة للثقافة السادس محرجة دكتور ايمن يعني عايز كلمة اقولها انت حرج قلت كلمة جميلة عجبتنا قلت دي مش عندنا الحاجات ان هي ان الحد يهمل ابو وامه هي مش عندنا عشان عندنا قوانين مناعتها ربنا لما قالك وصينا الانسان بوالديه وصى مرة احسانا حملته امه يعني عندك توصية كبيرة جدا والتوصيلة ما تجيلك من ربنا يعني ده فرض عليك يعني فرض وده الرسالة انا بقولها زي ما بكمل حرج بتقوله يعني انا بابقى سعيد جدا لما بلتقي الولاد مهتمين بامهم ولا بباهم وجايين وعايزين يحلوا الموضوع ويشوفوا او على الاقل نفسيا بيبقوا سابورتين كده وبيسندوه واخد برحلة للأسف في ساعات كتيرة بشوف ناس تانية بشوف ناس تانية وللأسف بيبقى الموضوع اصعب شوية انه يعني طب ادينا بقى شوية كلام كده اي حاجة يعني وتقاليتلي بالنص كده يعني هو هيعيش قد معاش او هي يعني هي تعيش ماما قد معاشت الموضوع بيبقى صعب جدا انا نفسي بقى رسالة بنقولها يعني رفقا حقيقا يعني بالوالدين ونتعامل بقى معاهم كده والزوج وزوجته برده ده مهمة قوية انا بشوف ناس مثلا يجي لدكتور ايمن بيكلم بجد يقول لك ايه انا عمل لها ملايه ليه ما انا روح اتجوز تاني لا اكيه قيمة يعني قيمة القسوة يعني الحقيقة والتعامل ده انا عايزين تكلم في الموضوع ده كوزء نفسي بقى ده الانام الحلقات الاسبوع الجاي او الفترة اللي جايه بعد اذن حضرتك هيكون الحوار فيه جزء اكتبائي ده جزء انساني جدا او بيوبع اكتبائي اللي شمه ده مش راجل ضيفي لعزيز السيد دكتور محمد صديمي دي هو دي نورت دكتور خليكم دايما مع الدكتور